مع اقتراب التصفية المؤهلة الى نهايات كاس العالم من مراحلها الاخيرة وضمان 21 منتخبا لمكان لها في البرازيل واستمرار الحلم لبعض المنتخبات وتوديعه لاخرى ودع لعبون احلامهم واجلها البعض لسنوة اربع قادمة لعبون تأكد غيابهم عن المحفل الاهم عالميا وعلى راسهم صاحب السفقة الاغلى الولزي جاريث بيل شغل القارة الاوروبية كثيرا لكن التواجد مع المنتخب الولزي لم يسمح له بتحقيق حلم جديد واكتفى مع زميله اارون رامسي بالمركز قبل الاخير في المجموعة الاولى ليكون بيل احد ابرز الغايبين عن البطورة لاعب اخر تعرفه القارة الاوروبية جيدا يصول ويجول في ملاعب البوندسليغا محرزا الاهداف لفريقه بوروسيا دورتموند مساعدا اياه في الاستمرار ضمن فرق الصدارة لكنه لم يستطع ان يساعد منتخب بلاده في الوصول الى البرازيل البولندي روبيرت ليفندوسكي عن المنديال البرازيلي بعد ان قضى ضموح الانجليز وعناد الجيران الاوكرانيين على اي امل لبولندا التي حلت رابعة خلف مونتينيغرو الغياب لن يكون فقط من نصيب من تعودوا على هزي الشباك بل طال ايضا اولئك الذين تعودوا على منعها من الاهتزاز وعلى راسهم العملاق بيتر تشيك حارس مرمى منتخب تشيك بعد ان حسم الطليان امر المركز الاول والدنمارك المركز الثاني حلت تشيك ثالثة في المجموعة وهو نفس المركز الذي انهى فيه نصفها الاخر سابقا ان سلواكيا التصفيات لتغيب عن النهائيات ويحرم جماهير نابولي من متابعة نجمهم ماريك هامشيك وليس نجوم القارة الاوروبية وحدهم من تفتقدهم ريو وبقية مدن البرازيل بل ان مرحلة التصفيات قضت ايضا على امال واحلام العديد منهم بما فيهم الاقرب للبلد المضيف ومنهم لاعب بن فيكا البرتغالي ومنتخب البراغواي كاردوزو وصانع العابشالك الالماني ومنتخب البيرو فارفان قائمة تطول وقد تعزز بنجوم من العيار الثقيل بانتهاء جولة الملحق الاوروبية التي يشارك فيها نجوم يحاولون عبور الاطلسي نحو الشواطئ البرازيلية لكن سفينة التصفيات لن تقبل بعدد اكبر مما هو مخطط لها حتى وان سقط النجوم في الطريق الى بلاد السامبا معين السواري العربية اشتركوا في القناة